ينبغي أن نحرص على تلاوة القرآن في هذا الشهر المبارك شهر القرآن وعلى الأقل أن يختمه المسلم الحد الأدنى ختمة واحدة هذا الحد الأدنى وهناك من يختمه عدة ختمات والآثار عن السلف في ذلك عجيبة عثمان رضي الله عنه روي عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان في كل يوم ختمة الإمام الشافعي استفاض في تراجم من ترجم له أنه يختم القرآن في رمضان ستين ختمة يعني في اليوم والليل ختمتين وكنت أظن أن هذا مبالغا فيه حتى ذهبت لمقرأة قرآنية فوجدت فيها أناس يختمون القرآن في اليوم والليل ختمتين وهم أحياء يرزقون لأن الماهر بالقرآن يستطيع أن يختم القرآن في قرابة سبع ساعات أو سبع ساعات ونصف لكن القرآن على لسانه في كل مكان يقرأ القرآن على لسانه في كل وقت وفي كل مكان وكذلك أيضا روي عن عدد من السلف أنهم يختمون القرآن في كل يوم ختمة وبعضهم في كل يومين ختمة وأما حديث لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث فأولا في سنده ما قال وعلى تقدير ثبوته فكما قال الحافظ بن رجب وعلى تقدير ثبوته فكما قال الحافظ بن رجب رحمه الله أنه يستثنى من ذلك الأوقات الفاضلة مثل رمضان وأعرف أناسا أحياء يرزقون لولا أنهم لا يرغبون التصريح بأسمائهم لذكرت بعضهم يختمون القرآن في رمضان كل يوم ختمة كل يوم ختمة هذا فضل الله وفضل الله يؤتيه من يشاء فينبغي لك أخي المسلم أن تحرص على الاكثار من تلاوة القرآن وأن تختمه عدة ختمات يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضلة ريحها كريه وطعمها مر فاحرص على أن تكون من الصنف الأول من المؤمن الذي يقرأ القرآن